عشارة كرى في غرب إيران تحولت إلى مقابر جماعية فيما تضررت أكثر من 130 قرية أخرى بفعل زلزالين قويين ضربا المنطقة لم تفصل بينهما سوى دقائق منطقة تنتشر فيها القرى الزراعية الصغيرة المنازل غير متماسكة قديمة وضعيفة عصر يوم رمضاني كانت البيوت تعج بالأطفال والنساء اللواتي يحضرنا للإفطار فيما كان الرجال في حقولهم وأعمالهم سكان المنطقة جميعا سارعوا إلى الانتشار في الحقول والأراضي البعيدة عن المباني وكان البعض يبكي وآخرون يرتجفون من البرد في المناطق الجبلية البعيدة فرق الإغاثة الإيرانية وصلت فجرا وتلتها فرق الإسعاف والإنقاذ ليبدأ اكتشاف حجم الكارثة وعلى مراحل التلفزيون الإيراني أظهر أشخاص يخضعون للعلاج من كسور في الأطراف أو ارتجافات في المخ على أسرة المستشفيات وأتحدث عن مئات الخيام التي نصبت لإيواء السكان المشردين وشهدت إيران العديد من الزلازل المدمرة وأسفر أكثرها عنفا خلال الأعوام الأخيرة عن مقتل أكثر من ثلاثين ألفا في مدينة بام جنوب البلاد في نهاية عام 2003 وثلاثة